سيدة تبلغ من العمر خمسين عاما طلقها زوجها بعد إصابتها بالفشل الكلوي وتزوج بأخرى وتركها ليسكن مع زوجته الجديدة في بيت آخر وظلت هذه السيدة وحيدة في بيتها حيث أنها لم تنجب وكانت تذهب لقسم الغسيل يوما بعد يوم في سيارة أجره وفي إحدى جلسات الغسيل تعبت هذه السيدة تعبا شديدا وحدث لها هبوط في سكر الدم وأرادت العودة لبيتها في هذا الوقت كان بجانبها سيدة في الستين من عمرها تجلس على كرسي الغسيل ويرافقها ابنها وهو شاب ملتزم وكريم الخلق وقد لحق بالسيدة التي تريد الرجوع لبيتها وطلب منها الانتظار قليلا حتى تكمل أمه عملية الغسيل وسيعود بها هو لبيتها لأنها متعبة بسبب عملية الغسيل وبالفعل أخذها الشاب ومعه أمه وأدخلها لبيتها فشكرت الله وعلمت أن الدنيا ما زالت بخير ثم دعت هذه السيدة لهذا الشاب بأن ينصفه الله ويعيد إليه حقه فقد علمت من أمه أن أعمامه قد حرموه من ميراثه الشرعي وظلموه ورغم ذلك وبذلك لم يقطع رحمه بهم وترك الأمر لله غذر الشاب وأمه بيت السيدة المطلقة بعد أن أخبرها بأنه في موعد الغسيل القادم سيأتي ليأخذها مع أمه واستمر يأخذها للغسيل ويعيدها لبيتها وفي إحدى جلسات الغسيل أخبرها الشاب بأنه وأمه سيذهبان لأداء العمرة وعرض عليها الذهاب معهما فأخبرته بأنها تتمنى ذلك ولكن ليس معها المبلغ المطلوب فقال لها في الموعد القادم للغسيل أحضري معك جواز السفر ولا تفكري في شيء وبالفعل ذهب الشاب وأمه للعمرة وأخذ معهما هذه السيدة وطوال الرحلة كان يعاملها مثل ما يعامل أمه تماما وشعرت السيدة معه بالأمومة التي فقدتها وبعد أداء العمرة رجعوا سالمين بإذن الله وعادت السيدتان معا للغسيل كسابق عهدهما حتى أتى يوم لم يكن في الحسبان حيث مريضت أم الشاب البار مرضا أدى لوفاتها فحزنت السيدة المطلقة على صاحبتها وعلى نفسها ودمعت عيناها وقالت من الآن سأعود وحيدة مريضة كما كنت في اليوم التالي ذهب الشاب للسيدة المطلقة وأخذها إلى قسم الغسيل فلم تصدق ما رأت وظل الإبن البار يأخذها للغسيل ويعيدها لبيتها وبعد عام من وفاة أمه وفي أحد الأيام وجدته السيدة يدخل عليها بأجهزة كهربائية كثلاجة وبتجاز وغسالة وغيرها وقال لها في سعادة لقد أعطاني أعمامي كل ميراثي بفضل دعائك لي وسوف أتزوج خلال هذا الشهر وسأكون أنا وزوجتي في خدمتك لقد أوصتني أمي قبل وفاتها بالاهتمام بك ولن تحتاج شيئا أبدا إن شاء الله تعالى ظل الشاب عند عهده الذي أخذه على نفسه يقضي هو وزوجته أوقاتا جميلة مع هذه السيدة أو أمه الثانية كما يقول لها ويعمل على راحتها حتى فوجئ في أحد الأيام برجل يدخل بيت السيدة باكيا ويقول لها سامحيني لقد أخطأت في حقك وتركتك في مرضك ومنذ ذلك اليوم وأنا في هم وحزن وفقر ومرض علم الشاب وزوجته أن هذا الرجل هو زوج السيدة الذي طلقها وهي في أمس الحاجة إليه وكم كان سعيدا عندما وجد السيدة بكل طيبة تسامحه وتوافق على عودتها إليه ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون لهم الأمر في مدينة الحقيقية ثم نبيل أَعزش قليلاً حسنا سيؤال الأمر وقت ليسي نبيل نبيل احتراب